لا أبالغ إذا قلت إننا لو قارننا بين ظاهرة فرعون فرعون موسى رمسيس الثاني وحالة حاكم عربي فاسد مثل علي عبدالله صالح مثلا فإن المقارنة في أكثر جوانبها ستكون لصالح فرعون بدون مبالغة سواء على مستوى الإنجاز أو على مستوى الشخصية يعني على سبيل المثال فرعون موسى فوق أنه كان شخصيا مثقفة باعتباره ابن ملك من أسرة مالكة طبيعي يكون مثقف بشكل ما فوق أنه كان شخصيا مثقفة فقد ورث الحكم عن أبيه ولم يكفز إلى السلطة بطريقة غير مشروعة لم يشارك في اغتيال فرعون سابق ولا جال السلطة بمساعدة دولة أجنبية ضمن صفقة مشبوهة من نوع ما هذا فرعون فرعون طوال النصف الأول من فترة حكمه خاض حروبا ناجحة من أجل تأمين حدود مصر دولته التي يحكمها من الأطماع الأجنبية يعني حارب الحسيين في الشمال اللي كانوا موجودين في تركيا حارب الليبيين في الغرب حارب النوبيين في الجنوب وأمن حدود مصر بالكامل وكانت إمبراطورية في وقتها هي أوسع إمبراطورية في العالم علي صالح فرط في حدودنا القومية البحرية والبرية باع من أراضي اليمن ما باع وقبض الثمن لجيبه الخاص وأهمل حقوق اليمن في البحرين العربي والأحمر لدرجة أن شركات الصيد كانت تأتي من اليابان وشرق آسيا ومصر للاستياد في المياه الإقليمية اليمنية وتعبث بالأحياء البحرية وتدمر الشعاب المرجانية التي تحتاج لمئات السنين للعودة دون حسيب أو رقيب كان البحر مفتوح لجميع العابثين تقريبا بل إن هذا الرجل هذا الحاكم لم يستطع حتى حماية جزيرتين في عرض البحر من أطمع دولة ضعيفة مثل أريتريا أريتريا هذه اللي كانت دولة ضعيفة صغيرة هزيلة رئيس جمهوريتها كان موجود عندنا في الصافية كان يأخذ راتب من علي عبدالله صالح وهناك ملف ضخم عن تفريض علي صالح في مصالح اليمن من أجل مصالحه هذه نقطة أخرى لصالح فرعون فرعون موسى هو صاحب أكبر نهضة عمرانية في مصر القديم تفوق على كل الفراعن الذين سبقوه والذين لحقوه طبعا قبل من الفراعن حوالي ألفين سنة لكن هذا الفرعون تفوق على الجميع لأنه بنى مدن مدن مخططة بنى مدينة رمسيس في الدلتة مدينة الفيوم في الغرب على الأكل مدينتين وعشرات المعابد وعشرات التماثيل والمسلات التي تعد يعني مصدرا للدخل القومي اليوم اليوم ما زال فرعون إلى اليوم بيشكع على مصر كما يقولون ما زال بيدر عليها الدخل لليوم بالعملة الصعبة وإحنا صاحبنا ما زال بينهب البلد لليوم فماذا الفعل علي صالح لليوم ما الذي فعله غير أنه استلم مدن صغيرة وتركها تنمو تلقائيا وعشوائيا حتى أصبح لدينا مدن كبيرة لكنها عشوائيا لا تستطيع أن تكتب فيها عنوان واضح لو حاولت تكتب عنوانك لشخص أجنبي ما تشتري ما تقول ومعظم المشاريع الخدمية الكبرى في عهده هي عبارة عن هبات من الأشقاء والأصدقاء جامعات مستشفيات طرق جسور معظمها هبات أجنبية من الكويت من هولندا من أمريكا من كندا من السعودية من إلى آخره فرعون ظلم بني إسرائيل وأصدر قوانين بقتل مواليدهم الذكور لماذا؟ من أجل حماية مستقبل المصريين أصحاب الأرض الأصليين لأنه كما تذكر التوراة فرعون وجد خصوبة عالية لدى النساء الإسرائيليات يعني ولادات بينما النساء المصريات كانوا خصوبة ضعيفة قليلة وشاف أنه الإسرائيليين عايت فوقوا على المصريين في الكثرة في العدد وسيؤدي إلى تكاثر يهدد التكوين الديمغرافي لمصر في المصطلح السياسي يعني كان بيحاول يخدم المصريين في كل الأحوال صحيح أنه ظلم الإسرائيليين لكنه كان على الأكل بيحاول يخدم أصحابه بني جلدته قومه وكان المصريون يتعاملون مع بني إسرائيل باعتبارهم من بكايا المحتل الهكسوسي لأن الإسرائيليين دخلوا مع الغزو الهكسوسي في الأسرة الخامسة عشرة وفرعون موسى كان موجود في الأسرة التاسعة عشرة أي أن فرعون تصرف كما يفعل ترامب اليوم وغيره من المتطرفين الأوروبيين اليمين المتطرف الذين يحاولون الحفاظ على الهوية القومية لبلدانين من الاشتياح الإسلامي طبعا مع فارق التجربة الحضارية بين فرعون و ترامب أما علي عبدالله صالح فقد جاءته الوحدة على طبق من ذهب وخرج من السلطة بعد أن مزق كل الأواصر بين اليمنين مش بس مزق الوحدة نزعها من القلوب فرعون خطيئته الكبرى هي الدعاء الألوهية ما علمت لكم من إله غيره لكن مع ذلك حتى هذه الخطيئة الكبرى كان فيها فرعون يطبق القانون لماذا؟ لأن القانون في مصر القديمة كان يعطي يمنح الحاكم الذي يستمر 30 سنة في الحكم يمنح الصفة إله ورمسيس الثاني كان يعني حكم مصر 67 سنة يعني إله مرتين بهذا يعني الرجل كان بيطبق قانون كان رجل دولة يعني لأن القانون المصري كما قلنا كان يمنح هذا هذا الاستحقاك كان بيحاول يطبق قانون موجود قانون باطل قانون مش صح لكن كان بيحاول يطبق قانون أما علي عبدالله الصالح فقد عبث بالقانون والدستور والأعراف والأسلاف من أجل مصالحه هو ومصالح أسرته في السلطة موسيقى موسيقى